أفرج عن ناقلة النفط الإيرانية جريس واحد المحتجزة لدى سلطات جبل طارق لكن طريق إبحارها محفوف بمخاطر التوقف الأمريكي بدعوى خرق تلك الناقلة للعقوبات المفروضة على نظام الأسد بعد أن أكدت التقارير أنها تحمل نفطا يتوجه إلى سوريا التهديد الأمريكي بإيقاف الناقلة قابله تصعيد إيراني في اللهجة مصادر مقربة من الحرس الثوري هددت باحتجاز ناقلة للولايات المتحدة إن أقدمت على احتجاز ناقلة جريس واحد مؤسسة الموانئ البحرية الإيرانية أعلنت أنه بناء على طلب المالك ستتجه ناقلة النفط جريس واحد صوب البحر المتوسط بعد إعادة تسجيلها تحت العلم الإيراني وتغيير اسمها إلى أدريان ديريا في أعقاب إعدادها للرحلة احتجاز قوات البحرية البريطانية الناقلة الإيرانية في مياه جبل طارق أشعل أزمة الناقلات بين لندن وطهران بعدما نفذت الأخيرة تهديداتها بالرد بالمثل على الإجراء البريطاني لتحتجز ناقلة بريطانية في التاسع عشر من الشهر نفسه في مضيق هرمز وبعد قرار جبل طارق بالإفراج عن الناقلة الإيرانية تتجه الأنظار نحو الناقلة البريطانية المحتجزة في إيران لتفرج هي أيضا عن هذه الناقلة وخاصة أن طهران كانت قد أعلنت سابقا على لسان الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه في حال تخلت بريطانيا عن تصرفها في جبل طارق ستتلقى رد مناسب من إيران المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية اعتبر إفراج جبل طارق عن الناقلة الإيرانية بمثابة انتصار دبلوماسي لإيران وهزيمة لبريطانيا متوقعا مواصلة خصوم إيران في هذه الأنشطة ضدها تمضي إيران أبعد من ذلك وتهدد بموت الدول المطلة على جنوب الخليج عطشا في حال اتخذت خطوات تصعيدية ضدها كل هذه التهديدات وحرية الحركة الإيرانية في ملعب الخصومات لا يقابلها إلا ردود خجولة من قبل الخصم المهدد واشنطن ما لا يترك مجالا للشك بأن الولايات المتحدة تشد الحبل على رقبة النظام الإيراني من جهة وترخيه من جهة أخرى حفاظا على بقاء التوازن في لعبة المصالح